عنا رؤوس في المبتدعة ويروى عنهم ولو كان عندي ندحى لأعطيتكم قائمة ببعض أسماء هؤلاء موجودون وهم كثرة مثلاً أبو بكر خطير البغدادي في الكفاية في علم الرواية يروي بسنده عن الإمام علي بن المديني سمعتم من هو؟ شيخ البخاري يقول قلت ليحيى بن سعيد القطان الإمام القاضي الأنصار العلام العظيم قال قلت للإمام يحيى بن سعيد القطان إن عبد الرحمن بن مهدي يقول أنا لا أروي عن المبتدعة عن من كان رأساً فيهم الدعاء ورؤوس ابتداء أنا لا أروي عنهم هذا مذهب أكثر محدثين دراية فضحك يحيى بن سعيد القطان ضحك لأنه كان الفريق ضحك وقال ماذا يفعل ابن مهدي بقتادة هذا داعي لبدعته وكبير وعلامة في بدعته ومروى عنه كتبون طافح بروع عن قتادة صح؟ في التفسير والحديث وغيره قال ماذا يفعل بعمر ابن ذر الهروي وهذا من رؤوس الدعاء إلى بدعته ماذا يفعل بابن أبي رواد ماذا يفعل بفلان وفلان قال وعدد جماعة سكتت عنهم ثم قال إحيى بن سعيد لو ترك ابن مهدي هذا الضربة يعني هذا الصنف للناس رؤوس البدعة الدعاء لا ترك كثيرة سيطرق حتى هذا غير متفق عليه إذن في عندنا أي نوع من التوازن انتبهوا في المذاهب المختلفة حين تختلف نستطيع أن نتخير ونأخذ أسمحها وأكثرها اعتدالاً وأقربها إلى روح النصف والقصد والله يحب القصد تبارك وتعالى للأسف بقية القليل أيها الإخوان أحب الآن أن أختم الخطبة بشيء مهم جداً ولما هذه الخطبة ليست إيه طرفاً علمياً ولا أحب أن أصدعكم بما ليس فيه غناء لا لكن ينبني عليها شيء كبير إذا كنا إلى الآن حصلنا أيها الإخوان تهينا إلى أن مواقف السادة العلماء من أهل بدع والأهواء هي على هذا النحو المختلف أربعة أنحا كما قلت لكم أربعة وجوه فالأمر إذن فيه ساعة والأمر فيه ندحى على أن الرأي المتشدد تقريباً غير مطبق عملياً وإن نسبع الإمام مالك ولعله خلفه في موطئه في مواضع بقية الأراء الأخرى وهي موسع جداً 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 ورأيان معتدلان ورأيان معتدلان الحمد لله إذن جمهور هذه الأراء هو الاعتدال وقبول المخالف المبتدع أحب أن أختم عاد بمسألتين المسألة الأولى أيها الإخوة مهم جداً جداً أن ندرك أن هذا المبتدع كما قلت في الخطبة السابقة مبتدع من منظورك أنت لكنه من منظوره هو ليس مبتدع قال الحافظ شيخه الإسلام ابن حجر عسقلاني في شرح نخبة الفكر هو شرح كتابة والصغير أصغر كتاب لأكبر محدث في عصره في علم الدراية قال بمعنى الكلام أنه التحقيق أنه لا ترد رواية كل مكفر ببدعته هم سموه كافر تأويل انتبهوا مش كافر مصرح هذا كافر التأويل إذا واحد تدع بدعة وكفرناه على أنهم متأول هم سموه كافر تأويل لا لا نرد كل رواية لكل كافر تأويل قال الأخير صحيح لماذا يقول من حجر؟ هذا هنا الذكاء والإنصاف الذي يحبه الله ورسوله قال لأن الطوائف يكفر كل منها الآخر أو الأخرى كل طائفة تكفر الأخرى فلو أخذنا بهذا للازم منه تكفير الجميع كله بصير كافر أنت بتكفرني أنا بكفرك بطلع في الأخير في النهاية كله كافر كله عند كله كافر كله عند كله هذا كلام مين؟ ابن حجر قال يلزم منه تكفير الجميع ما شاء الله تصبح عمّة كفار هذه ليس عمّة موحدين فالصحيح يقول ابن حجر أنه لا ترد إلا رواية الذي أنكر معلوماً من الدين متواتراً معلوماً من الدين بالضرورة يعني ايه بالضرورة؟ بنغصب عنك شيء تمابيت أنت تؤمن به صحيح؟ هذا اسم العلوم من الدين بالضرورة لا يمكنه مسلم لا يمكنه قبلي أيها الإخوة من أنكر معلوماً؟ من الدين بالضرورة أو أنكر متواتراً؟ هذا الذي نقطع فعلاً بكفره ولا نقبل روايته فيما عدد ذلك نقبل رواية الآخرين كلام محرر ودقيق وجميل بفضل الله تبارك وتعالى النقطة الأخيرة عاد وهي الأهم كيف نعامل هؤلاء؟ المصيبة تأتي أيها الإخوة من بعض العلماء وأنا سأجتزئ بعلم كبير لماذا؟ ليس لأن لنا موقفاً شخصياً منه لا والله بالعكس بل نحبه وندعو له ونستغفر له لكن لا نقدسه ولا نراه نبي الإسلام رحمة الله عليه وهو شيخ من شيوخ الإسلام وهو شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه وعفى عنه وسامحه للأسف الشديد كما قلت في الخطة السابقة الرجل حين ينظر لمسائل التخطئ أو التفسيق والتضليل ينظر تنظيراً جميلاً لكن حين يأتي لمسألة عملية وهذا ما يهمون أيضاً بنفس المقدار ربما إن لم يكن أزيد ماذا يترتب على هذا للأسف الشديد يختلف تماماً يختلف تماماً فيدعي أن المبتدع لا تقبل روايته وقد سمعت بالاختلاف الواسع في رواية المبتدع هكذا يعني شيخ الإسلام إطلاق عبارة أن المبتدع لا تقبل روايته كلام غير محرر وغير منصف وغير دقيق صحيح؟ ولا تقبل شهادته نفس الشيء خلو من التحرير والإنصاف لا تقبل شهادته والعياذ بالله واتفق المسلمون على عقابه كم بقيم الوقت أقول قولي هذا واستغفر الله لو لكم ابن تيمية حنبلي انتبهوا حنبلي عند هذا التشدد في العقائد حتى لا أطيل في دقيقة ودقيقتين ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال المبتدع لا تقبل روايتهم لا تقبل شهادتهم عجيب ورعين الكلام في هذا قال لك المبتدع لا غيبة لهم ويشهر بهم وتذكر مساويهم لا تقوليش غيبة حرام لا 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 اذكره تكلم عنه قول عنه كذا وكذا وكذا بما ترى أنه الحق يعني ولا تسكت عنه شهر به لا غيبة له كما قال الحسن البصري قال تهبون أن تغتابوا الفاجر اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس أي لكي يحذره يحذره الناس ثلاثة قال ابن تيمية رحمة الله عليه وعافى الله عنه وسامحه قال لماذا طبعا حدولي أنت تنتقدك تترحم عليه لا أريد أن أكون مثله انتبهوا أنا أحتمل المخالف وأقول أكيد هو قال هذا وتعصب بهذا نشأ على هذا غذي به الوسط كان يتقبل هذا الوسط يضغط بهذا أفهم هذا أنا انتبهوا لذا كان لن أكون مثله في الأخير أبدا سأترحم عليه وأرجو له الخير وإن شاء الله الله سيعامل بماذا؟ بقصده بمقصوده لا بمحصوله قد يدخل جنة قبل كثيرين انتقدوا لا ندري يا أخي هذا أمر رباني ندرك الأمور لله عز وجل على كل حال فإن شاء الله ابن تيمية اثنين أو ثلاثة المبتدع لا يصدر ولا يلي الولايات بدءا من الصلاة ممنوع عن يأم في الناس ممنوع خلاص طبعا هذا فيه قطع حبال ووصلة الرحم بين المسلمين خلاص سيصير الشيعي يمشيع السني يمسني وهكذا الحنبل يا حنبل الأمة تتمزق يعني مزل زي هذا لا يمكن أن يقوم بعد ذلك ولم صحيح قال لك لا ممنوع المبتدع لا يقدم للصلاة ولا في القضاء ولا غير ذلك من الولايات ممنوع قبل أي من الأسف الشديد علمت بخبر أحزنني جدا عن رجل عالم أزهري فاضل لا أعرفه جاهيا لكن بينه وبينه اتصالات وأنا أتابع نشاطه العلمي وإنسان مبارك ويحاول أن يؤلب بين المسلمين أيها الإخوة في بلده المحروب المحصور المحصور الرجل بارك الله فيه في الأسابيع الماضية قام عمل خطبة عن الحسين عليه السلام وربيع الثورات وهو سني عالم أزهري كان الأول على دفعته من 250 طالب ما العالم الإسلامي كان الأول دكتوراه في التفسير ما المشكلة يا أخي عمل الحسين وربيع الثورات قال فهم الحسين نظريض الحسين في الثورة نحن فهمناها بعد 1400 سنة الحمد لله الحسين حررنا وزير الأوقاف ما شاء الله علي الدكتور فلان فلان عفى الله عنه وسامحه يبدو أنه حنبلي تيمي على هذه الطريقة تماما دفاعا على الإسلام وأخذا بفتاوى بالديمية مباشرة أصدر فصلا له حاربه في رزقه مباشرة ومنعه تجلس في دارك لا خطب لا دروس لا صلاة أبدا بسيف السلطة بسيف السلطة لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟ أنا أقول لهذا الوزير قد يسمعني لأنه كتب مقال عني وصفاني بالدجال ضحكا جديدا والله العظيم والله يضحكا ضحكا جديدا أنا دجال قلت أنا دجال عجيب مش هقول كلمة ثانية على كل حال من يعرف فأقول لهذا الوزير ابتق الله ابتق الله وأنت تعرف لماذا فصلت هذا الرجل الفاضل لأنك لا تستطيع أن تنازله في ميدان مناظرة علمية لو كنت مكانك وكنت وزيرا أو غير وزير أطلب فقط من خصومي ولا خصومة لي بين الملة كلهم إخواني أراهم لي إخوانا وعلى الحق أعوانا أطلب المناظرة أقول ناظروني أناظركم إن شاء الله نتناظر في التلفزيون آمي الناس والنسل تتعلم الحق ما المشكلة يا أخي هذه الأمة الآن فيها ملاحدة أو فيها كذا هي يكون فيها مسلم مختلف عنه شوي أما الفصل هذا ستشوف بكرة ستفصل أيها الوزيرين تبتقون في بيتك بعدين والدهر قلب والأيام دول اتقوا الله اتقوا الله في أنفسكم وفي دينكم وفي أمتكم فصلاة هو الله وأقول لهذا الوزير والله جاءتني اتصالات من بلدك وهو بلدي اتصالات ويحكونا لي وأسدف الجامعة الإسلامية يحكونا لي أن الألوف ساخطون عليك من هذه الفيئة ما يجوز ولكن ما باليد حيلة العين بصيرة واليد قصيرة عاف الله عنه وسامحه ونحن معه إن شاء الله تعالى ابن تيمية ماذا يقول انتبهوا عاد يقول أربعة أربعة حرمان المبتدع من الزكاة ومن الفيئ يعني المحاربة في الرزق مثل ما فعل وزير وزير يصير في في سيرة ابن تيمية علي ومن تيمية معروف ما بالطبق ما علي كثير منحرم عن الإمام علي عليه السلام لو سار في سيرة علي علي عليه السلام لم يبادر أهل أي الجمل ولا أهل صفين ولا أهل النهر وان بالحرب وكانت خطته مع الثلاثة لا نبدأهم بقتال صح؟ وكان يقول ولا نمنعهم مساجد الله ولا نمنعهم نصيبهم الفيئ ما دامت أيديهم معنا على عدونا على الكفار يا أخي على الروم على الفرس ما هو الإمام علي عليه عليه السلام وهذا يحارب تعرفوا لماذا؟ لأن خطة عليه في الحكم النقيض تماما لخطة معاوية الظالمة معاوية حارب أهل المدينة في رزقهم ثلاث سنوات انتبهوا ثلاث سنوات لم يعط أهل المدينة رزقا والنبي أوصى المسلمين بالأنصار خيرا قال استوصوا بالأنصار خيرا طبعا استوصى بأهل بيته واستوصى بالمدينة الحمد لله لا المدينة حفظت ولا أهل بيت حفظوا ولا الأنصار حتى تعرفوا طريقكم ودينكم فعلى كل حال هذا الوزير الأوقاف هو من جماعة معاوية ابن تيمية ليس من جماعة علي قال لك مستحيل أحرم مؤمن رزقه يا غي ليه ليه قال لك لا نحرمه الفي ابن تيمية يقول لك هذا الدين خذ فتاة ابن تيمية ممنوع يعطى من الزكاة ممنوع يعطى من الفي أخيرا وأختم بها عاد أسوأ ما صدعني ابن تيمية قال لك واتفق المسلمون على أن المبتدع لابد أن يعاقب وإن كان متأولا ومجتهدا ومعذورا وطبعا له أجر واحد لأنه مجتهد صحيح اتفق المسلمون أعلق من المسلمون يا ابن تيمية رحمة الله الذين اتفقوا كلام غير صحيح بالمرة محض التناقض والتشاكس لماذا طيب لماذا اتفقوا على معاقبة المبتدع هذا الكلام له أحد معنايا إما أن يريد ابن تيمية وهو لا يريد ذلك شهاد الله هو لا يريد ذلك إما أن يريد ابن تيمية وهو لا يريد أنا أحكي الحق دائما% في قلبي أن من كان على غير اعتقادي وفهمه ليس مين المسلمين فإذا أنا ومن معي اتفقنا فنحن المسلمون وهو لا يقول هذا هو غير متوسّح حقيقة في تكفير آخرين في التكفير غير متوسّح وخ 오늘 له كلام جيد حقيقة ولكن ما معي كلام هذا ممكن يكون معناه أنه لا معنى له وكلام يقوله هكذا هو على فكرة يقوله عبارة أحياناً لا معنى لك متناخب ما لهيش أي دليل كلام فاركيك عنده ابن تيميه من هذا عنده أو يكون معنىها كل طائفة من الطوائف اتفقت أن المبتدع لابد أن يعاقب صحيح فالمعتزل قالوا المبتدع يعاقب وهو من غير معتزلين والسنة وهكذا إلى خيرية ما محصر هذا القول محصره أن الذي بيده السلطة والسيف والغلب يعاقب الآخرين الكارثة تأتي عاد مع كلمة ابن تيميه رحمة الله علي ايش يقول قال يعاقب بما يتناسب مع جرمه وفساده إما بالحبس وإما بالقتل اللزم الأمر والعجيب هذا السيء جداً 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 بالقتل اللزم الأمر السيء جداً ماذا يقول رحمة الله تعالى عليه يقول وقد يقتل المبتدع مع أنه ليس كافراً بل له عذر ومجتهد يقتل والأعجب من هذا ماذا يقول وإن تاب هذه التي لم أستطعي أن أفهمها وإن تاب قال حتى إذا تاب طبعاً ليس كل مبتدع عنده أنواع مبتدعية لكن هؤلاء مجتهدون ولهم أجر وأخطأوا وقام لهم عذر عند الله وأنا أتساءل معكم وأختم بهذا طب من قام له عند الله عذر وثبت له لدى الله عجر كيف يقتل يا شيخ الإسلام بالله عليك كيف يقتل أي تنظير هذا وأي مستقبل نوعد به مثل هذا الفكر أيها الإخوة إذا أخذ كما هو ولم ينتقد على كل حال الآن طبعاً بعضنا سؤالك كيف تتجرّ هو نبي هو شيخ يفهم قدنا ألف مرة بس هو بشر ويتناقض أيها الإخوة وبتطور فكرياً وبغلط في مواضع هذه من أكبر غلطاته بل أقول من أكبر ورطاته وإن من ورطات الأمور التطريق لذبح المسلمين وقتل المخالفين بالطريقة الفعلها ابن تيمية هذه كارثة من الكوارث واليوم في ناس كما قلت يلهمهم ابن تيمية يستلهمونه إذا أخذوا هذا الكلام على علاته فالمستقبل مظلم جداً جداً أدعو هؤلاء الإخوة طيبين كما أدعو نفسي أن نراجع تراثنا بما فيه تراث شيخ الإسلام في التيمية رحمة الله تعالى عليه وأن نأخذ منهما صفا وأن ندع منهما كدر وأن نقول بالحق ولو كان مرّ وإن كان على أنفسنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة